موسيقى الساعة الأولى بشكون مع ضيف من العيارة الثقيل لكن نجاحاته جابت كل العالم خدم أدوار بالإيطالية بالإنجليزية وبالفرنسية يقنع في كل أدواره شخصية شفناها في السينما الأجنبية في التلفزة في المسرح وأيضا ممثل إنساني ناشط في المجتمع المدني وفي عالم الروحانيات نكتشفه بعد شوية ضيفنا في الساعة الأولى هشام رستم ساعة شريبتك أهلا وسهلا ساعة بطوركم ماذا نحوالك ساعة إيشام؟ حبد الله إيشام رستم في الدراما في السينما في المسرح لكن السناف في الدراما التونسية مش موجود اللي نعرفه إنك خدمت زوس مسلسلات في المغرب وفي إيران لكن في سناف في تونس ما شوفناكش اختيار منك العمل في المغرب وإيران ما خللكش الوقت ولا شنو بالضبط ساعة إيشام؟ لا لا نكتب عليك نقولك ما خللش الوقت دائماً بالنسبة لدي ما فهمة أولوية بالنسبة لأعمال التونسية مهما كانت الأعمال اللي في الحارج لكن بالمجدة ومنذو عامين منذ عامين وما ظهرتش في التلفزة لأني منعرش من ناحية يمكن البيزاج تعالدرامة التونسية قاعد يتبدل بمنتجين جدد مخرجين جدد ما يعرفونيش منتجين ما يعرفوش ما يعرفوش تبرستم لا معانتها سي نرمال زادا راو يلزم يلزم نوجو تتبدل زادا معانتها بالعكس يلزم فما ناس تاخذ أدوار بطولة تاخذ تاخذ أدوار يبرسوا فيها وقيد زادا بالشباب زادا يظهر في المسلسلات بالنسبة لنا حاجة باية فما موثلين جدد بهين وفما مخرجين جدد بهين لكن بالنسبة لنا عندي شوية ديكلاج بالنسبة للمناخ السمع البصري التونسي منذ سنوات لأنه نظن أنا اليوم اللي بالنسبة لنا فما إزمة بتاع إبداع في الدراما التلفزية التونسية لأنها ما عرفتش كيفاش تتجدد معانتها تتجدد في يمكن في بعض المواضيع في المخرجين في اللكن بازيك ما كما يقولون في الكيفية الانتاج شي ما تبدل في كيفية البث شي ما تبدل معانتها قوش علينا في ريستوران وريستوران ليه ثلاثين سناء يعطيك في نفس المنو وتعيش في بلاد اللي الريستورانات الكل تعطي فيك في نفس المنو تبدل كوجينة تبدل كوزينية لسيرفور لكليون شو المقصود المواضيع المقصود اللي اللي ساعة أول حاجة اللي علش نعمل ومسلسلات كان في رمضان هذا كان موضوع بدنا خمسين ألف مرة أقعد أنبح حتى حد هذي كم حكاية تدجاجة والعظمة القنوات التلفزية تقول ما هو سبونسور يحب في رمضان وسبونسور يقول لك خطر فما مسلسلات في رمضان معانتها دونك الحكاية هذية قاعدين قاعدين نسي موضوع كماندي علش على خطر المباد الپاراديغم الپارامتر دو الانتاج الدرامي العالمي معاتش معاتش هذية معاتش مسلسل كل يوم معانتها معاتش فما ناس تجم هي تشت قدام التلفزة شهر كام تتفرش في نفس الشي معانتها فماش انتاج يخم في دي فورما أخرين كمال الميني سيري مثلا المسلسلات بخمسة بخمسة حلقات وبعد فيها فما سيري معانتها فما عدة أنواع مختلفة الميني سيري هم اللي قاعدين ماشيين برشا سور البلاتفورم تال نتفليكس وغير نفليم معانتها سيد ميني سيري الميني سيري تجم تعمل عليهم دي سيري دي سيزون لكن هذي هذي هم مسلسل العام لول بعد عاود العام ثاني سوف مع العام ثاني خيب وعليش تعاود لخاطر بش يدخل السبانسور معانتها فما حاجات اللي الموضوع بيدو الكوغ بتاع السيناريو وبيدو ما يطلبش انتي بش تعمل جزء ثاني ولا بش تعمل خمسة خمسة مواسم بلا بالنسبة للينا يليزم فما التخمام جديد من عند المنتجين والمخرجيين والمديرين القنوات اللي هم مع الاسف ولو وقراجات معاتش قنات تنتج كما معانت قبل التلفزة الوطنية الاولى والثانية هي اللي تنتج وتجيب المخرجين والممثلين ودلي كل مانت هذيك هي المنهد تجي انتي في البريفي في البريفي تعمل اللي تحب خطر ما ما عنديش بش حاسبك عما مواطن تونسي حاسب التلفزة الوطنية التونسية كيفاش تنتج وكيفاش تتصرف في الفلوس معانت ناس معيش خالصة لهم ثلاثة سنين مسلسلات ممثلين ممش خالصة برمجا معانت كل معانت تعمل الانتصال الله ما فماش ما فماش ميزانية بريمان معانت فيها الشفافية تجم تقول ان المسلسل تكلف طن اللي نجيت الفلوس معانت برشا حاجات برشا معطيات اللي هما يزمها يزمها تتبدل هذي معطيات خلاتك غايب مش موجود وفي نفس الوقت قتلي ثم تجديد يزمه يكون موجود وزاد العمال متاعك في المغرب وإيران شنو ما العمال اللي خدمهم مش يمرستهم في المغرب وإيران في المغرب مسلسل على مدة زوز مواسم عمل ستين حلقة اللي هو سير المرجان القناة دوزم اللي هو تتبثوا يعاو تتبثوا الموسم اللي هو مسأ 12 مليون متفرج الموسم الثاني فقل 18 ونص 19 مليون متفرج من بعد مسلسل في إيران 45 حلقة ثلاثة مواسم اللي هو يتصور طوال اللي هي من العام من قبلين التصوير عام 2021 و2022 و2023 ويخرج في 2023 معنا هذي خدمة كبيرة عليش الخطر كيفية الانتاج زادة في إيران كل معنا هي متنوعة ما بينا نقلش عليها المسرح والتصوير السينمائي اللي هي خصوصية التلفز التلفز هي دائما ما بين التكنيك تياترال والتكنيك سينماتوغافي وكل عليش تكنيك تياترال لالخطر ينزم لكيب والممثلين وكل يكونوا قاررين بش يجموا هما ينجوا بسرعة في نفس العام يعمل لكسيدكوم ومسلسل وسيري وكل تفايل 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 في المغرب يعمل في في إيران تفايل 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 وغنية وغنية قل شالينا بزنا نبيعو في الثقافة على كارضونا في نهج الشرك دوغول ملتوا معنا اللي ناكتر من ثلاثي سنان عمل في التلفز التوا ما تطور التلفز وجابت أفكار جديدة أفكار جديدة أفكار مباعة يبدأ يجيب أميسيون جديدة مثلا حتى حس على الثقافة في حتى قناة تلفزية لا على المسرح لا على السينما لا على الفرن التشكيلية لا على الأدب لا على في المقابلة يجي مرستم ثم إقبال على الأعمال الأقديمة الناس اللي تتفكر يجي مرستم في حسابات وعقبات وثم النستالجيا كبيرة شوفناها في الأعمال اللي تتعود شوفناها حتى النهار 6 أفريل كانت حفلة في مدية الثقافة عرضوا فيها موسيقى جنيد المستساة والعرض كان ناجح جدا ومتابعة كبيرة للأعمال هذه كيف تفسر النستالجيا عند التوينس للأعمال القديمة هي نجم نقول دوب النستالجيا النستالجيا اللي هي التونس اليوم الناس الكل عايشة في طاقة سلبية ياسر قوية وفي النوع من الأحباط المجتمع الكل فماش شنو الحلول اللي عننا شنو مافماش الناس عايشة عايشة درا كيفاش ماعنا تحسها ما نحبش حللها ما نحبش حللها ما نحبش حللها ما نحبش حللها ما نحبش حلل ولا محلل اجتماعي لكن أنا كإنسان كمواطن تونسي نحس الفيبرازيون خايبة وتخدمها اللي فما خوف فما حاجة ما نحبش عارفة وين تمشي وفي نفس الوقت هذاك عليش أنا تجيت أكثر للعمل الخيري لأنه وغاديك على الأقل تشوف الواقع متاع الناس تشوف الواقع متاع البلاد وتعرف اللي أنت كان بشتسر بشتعون وفي حاجة بشتفيدهم بشتغير لهم بتغير لهم أنا ساعات نقول لأن نعم في مسلسة شو بلاي شنو اللي بشي غير من الحياة متاع العباد وشنو بشي غير من الواحد كان مفماش وراه تخمام متاع سياسة ثقافية اللي هي تشجع القنوات مثلا يقول لك أنا كدولة مع أنت عندي سياسة ثقافية ما كانش لويش أنا نرخص في القنوات التلفزية بش كلها التطبيع في نفس البراح مع أنت من واجب يظهر لي أن الدولة التونسية ومن وزارة الثقافة مثلا تقول أنا يلزمني كل عام قنوات تلفزية أنا نشجع مسلسل تاريخي على فرحة حشاد ولا على الفلاقة ولا على منعنش المناظر الفلاني ولا على أبن خلدون ولا فهمش نقص مع أنت قاعدين حظروا في جيل متاع التونسة اللي هو ما يعرفش بلده ما يعرفش تاريخ بلده ما يعرفش ثقافة بلده ما يعرفش اللي هي تونس ما هيش فوسي فوسي ما هيش مونو كولور ما ناش ما ناش كأعرب إحنا زيد أمازيغ وإحنا أتراك وإحنا اسبانيور وإحنا معنى عنا تعدد الثقافات وعنى بلدنا متفتحة على عدة حاجات من من الإنشاد الديني الإنشاد الصوفي للروكندرول والميزيك الإلكترونيك والميزيك كلاسيك اللي نحكيه هل كان موجود أقبل هذا سي جيم كيف كان موجود أقبل هذا تعرف كيفاش كان موجود كان موجود على خطر كان تفهمه سياسة ثقافية اللي هي تسطر تقول أنا مثلا في وزارة الثقافة اليوم جو اللي حب نعمل مهني لعشرة سنين مش تخطط شنو بش نعمل لسنات تبدأ في الموات جانبير شو بش نعمل في مهرجين كرتاش تبدأ في شهر سبتمبر ديجا ماكش قاعد تخمم في مهرجين كرتاش بتاع عام الجاي قاعد تخمم في الشهر الجاي عادنا جي سي سي فمش نقصد فمش فمش تخطيط فمش بلانيفيكاسيون فمش رؤية فمش إبعاد الرؤية متع الثقافة اللي تجم تعطي الجمهور تقول هاو شنو المجتمع نحبو نعيش في اليوم هذك هو المخزون المخزون الشعبي والذكرة الشعبية متع الثوين سمعنايش كل الأعمال ترجعنا للروافد القديم هذك عليش إنه النستالجيا من ناحية الجمهور خطر يتفكر كيفاش كان عايش توا عشر سنين واثناشر سناء وعشرين سناء أبسوليما وفهم النستالجيا اللي بخيسك يقولش عليها قلش عليها معنا تعملوا ان ريفيرندوم ان ريفيرندوم يقولك خويا احنا في رمضان نحبو نفرج في النوع هذي نحبش نفرج في النوع متاع الفيولان والنغاتي والعرق والدمومات والقتل هذك واقع يزم توريه لكن زادها لكن انت في التلفزة رأك مشكل مع السينيما في التلفزة انت عندك دور اجتماعي في التلفزة مكش مش خطر فنان في التلفزة يتعمل اللي يتحب عندك جمهور قدامك عنده ناس اللي تدفع في اداءات مش تتفرج فيك وقعدة تخلص مش تتفرج فيك دولك هذي كانت شنية رسالة اللي بيش تعديها كان مش تعدله رسالة ايجابية مهما كانت المواصيف فنية به مسلسل به هذك انش وقت الحديث يولي به ولي مفيد عما كان احنا بزننا ناقش وفي اندرا هذك الزواج العرفي اندرا المجتمع يقبله وقعدنا وشانينا بدنا الدباء متع 20 سنين التال مهما جاوزناهم نظر جاوزناهم متعرفتو فمسلسلات لكن احنا شنو اللي صار لنا في العشرة سنين الاخرانين صار رجوع بالنسبة لأن بوليتيكما غير تونس اللي خلاتنا ما عادش في المودرنية قالت حاب ترجعنا التالي دونك فكي ترجعك التالي بطبيعة تقض عن النوستلجي اللي حبو كما كانو وبحتى حتى علاقة رو بالنظام السياسي هي عنده علاقة بالتطور بتاع المجتمع كيفاش السياسيين ما يخطوش إلى 10 سنين إلى 20 سنين التالي باش يقول الولدي الليوم عنده 4 سنين كيفش لحبو سياسة ثقافية في البلاد هذيتا ونقعد وكل عام في رمضان ندور ونحكي في نفس الشي انتش بتاع النوستلجي نحب نحكي عليها النوستلجي خاصة نشوف في شام رستم تولد في فترة مهمة جدا في تاريخ تونس الاربعينات طفولتك في الخمسينات آخر ما راح الاستعمار ثم حركية ثقافية كبيرة في الوقت ذاك شو العلوية من اي مدرسة بتاع ابنات ولا بتاع ولاد يبدوا يمارسوا المسرح في السجندير من السنين اللولة معنات النوادي مسرحية مهرج المسرح مدرسي الشبيبة المدرسية النجم نقول كما اسامي كما القرفي كما نور براهم كما عبدالله كما محمد دريس روب بن عمر فضل الجعايبي كلهم الجيل هذية الكل اللي عمل تاريخ فتافة في تونس على جه فرحات الى اخير معنات نجم السميل الكبارش برشا ناس اللي روب كل ناجينة مكن النهضة الثقافية هذيك على خاطر روسكون وراها وراها بورقيبة وراها محمود المسعدي وراها شادي القليبي وراها الطهر جيجة وراها سيسي الحوراني وراها ناس عباقرة معنات الناس اللي هي كاتبة حتى محمد مظالي معنات انسان مثقف وكتب الفكر وهو اللي اعطى الدفعة الولى بتاع التلفزة التونسية هو اللي خلقها وهو اللي من الاول فرض لتلفزة التونسية يزم هتعدي المسرحيات سي سجلوا يجيوا سجلوا مسرحيات ويبثوهم في التلفزة ما كناش نجمو ونعمل وقتها معناش مكانيات تكنيك بش بش نعمل محركة ثقافية وانتجية ثقافية نبحثون مخرجين يتكونوا لبرة نبحثون ممثلين يتكونوا لبرة مش يتكونوا في مكاتب زعم تقري في التنشيط وفي السينيما وفي الواحد مديات اللي هي بدي فاسي لها عشر سنة بقى ساد يقري وفي دي ميتودولوجي تيات خال دي لها بنت سن كان كان العيلات عندها دور كبير في هذا سي جام هل كان عندها الدور الكبير في نتوجه ولادها نحو الحركة الثقافية والانتاج الثقافي وقت اللي محمود المسعد عمل في تونس ديار الثقافة علش عمل لهم ديار الثقافة باش الثقافة ما تكون مركزية تكون لا مركزية باش المسرحيات والأفلام والعروض بلاستيق والموسيقى الكل تمشي في الجهات وخلقوا العروض المدعمة في وزار الثقافة باش يشجع الفرق وإذا تس أعلي سيغل التيران الصديق وقت عندك جمهور واعي ثائق يجب يعرف ما أنت يتفرش في البن عياد يتفرش منصف سويسي يتفرش في الصدرام الكاف وفرقة غفصة الديناميك جاي من السياسة الثقافية وقت السياسة الثقافية تون اللامركزية التكوين التكوين والتشجيع التشجيع للجديد مش تشجيع للقديم تشجيع للجديد عندك إنسان اليوم عنده رؤية مسرحية اللي هي فيها الرقص والموسيقى والغناء وفيها وفيها الملتيماديا وفيها برشة تقنيات تجي تحكم فيها لجنة اللي هي بزال تتخمم في الديكور بلا والسين وكور ايجردان اي ولا كتخيم ولا أنا عليش حكيت لك هكا لخطر العائل عنده دور كبير انتي هشيم رستم كان للعائل دور كبير فينك اليوم تكون هشيم رستم الفنان والسيم هاي ومسرحي بو كان مدير مدرسة الصدقية جدي عزيزك يخدم في المسرح وكان ضمن نجوم المسرح التونسي فرقة وهو من الجيل الاول المسرح في تونس هكا ولي المعلمين والاساذة والمثقفين بصفة عامة كانوا دائما في تونس يمارسوا المسرح بطريقة هوات على خاطر المسرح حتى وقته ما تنساش قبل الاستقلال المسرح كان ايضا فضاء للنقاش على السياسة ما فيماش حز ما فيماش واحد ما انت كنت تلقاهم كلهم في الحزب الدستوري تلقاهم في غلب الاحيان ولكن الفرقة المسرحية بشيحسوا الجمهور بعض الواقع متاع المجتمع التونسي اللي ما يكفيش بورقيب يقول المجتمع متاعنا متخلف لكن يلزم يجيوا الناس بالمسرح يعملوا مسرحية كلهم مختبسين من المسرح الفرنسي وقتها ولا توفيق الحكيم ولا بعض الشعراء ولا حسين شيكسبير الاخير لكن معانتها كانت العائلة الثقافية العائلة معانتها متاعنا دار دار ايه اما هي بيدها كانتش متفتحة هي بيدها على جماعة تحت الصور ولا الشعراء ولا معانتها الناس اللي مثلا كما حمود عالي كما كما السملالي كما حمود الجزيري كما برشا ناس اللي كيان ميل في كل تغير وعزيزك عدا الحب هذا الوالديك اللي كانوا يختموا في المسرح وفي الفن والتربية عداني اللي يانس يخطوه خطرنا التربية عنده معانتها خطر هو مدير صدقية وانا بش نقل في صدقية ودرنا يسكنوا في المرسع دون خلي عدا هو يقرأ في صدقية ويقرأت عنده معانا تقريت الابتداء الكل وحتى اللي نتوفى عزيزي بش رجعت المسرحيات كل شيء يهزني المسرح يهزني البالماريوم نتفرش سبكتاكل ماريونة روس نحكي لكش البرمج المسرح البلدي والبالماريوم وحدهم دجا حياة ثقافية متعم أنا غيانا انبييها بريز ولا لوندر جوووزسور على خطر نعرف اللي اللي تارم دونتونا مثلا اول مهرجين كرتاج كان في تارم دونتونا الفستيبال دوتجاز متاعو كاونت بيزي لوي هامشترونج كيني كلارك لجن كيلي تعدى في اكبر مهرجانات آنيس اي الكود دازور فرانسي يجيو يجيو الكرتاج يجيو المسرح البلدي متاع هذية ممشيش في رمشة عين مشي بتدهور شيئا فشيئا من اللي تونس بدأت تفقد فكرة السياسة الثقافية من اللي مشي ولي قليبي لم مسعدي حتى في عبد زالعب مزن عاشين في عهد بورجيب ما تعرف سنين الاخرى بتاع بورجيب يعني يعني العاصمة والمدينة كانت اجواء اخرى اجواء اخرى لا معنى هراي مش حكاية تهم العاصمة عايش خدتك لمركزية هم برشا عطات الشعب واعي وجيل واعي على خطر كانت الثقافة تمشي لبرتوت الثقافة عندك اشتر لديار الثقافة والاكثر ما اشتر ممشكرين ما يخدموش المعانت المدناه اللي جيل متاعنا مدت سنين وسنين جيل 14 جانبي وتسكرنا الدنيا الكل ونقعدو نتفرجو في معدنا والجمهو والناس والات تتفكر اللي المنشو هو هذاك هو المسرح كيما قبل في الجاهلية وقت اللي وراء وراء المريونات بتاع كاراكوز التركي هذاك المسرح الخيل الناس اتفاجعت يسخلوا الالهاجات ومش الدنيا مشتوفة تعتبر لي كما تصحر ثقافي جمرا مغيرا يكون سما سياسة لا 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 كل واحد يعمل في سياسة وحده لذا لنحكي عن الميدان الثقافي والفني الميدان الثقافي والفني في حاجة كبيرة روء لخطر نكون ونحن في الجيل المستقبل كان نحن مدهورين حقوقنا مش محفوظة ونحن حقوق ونحن واجبات وتلافز تعدي في المساسلات ومش تخلص في العباد ممثلين يموتوا في الميزيريا ويوم مرضوا يموتوا في الميزيريا ومانسا لا بهم حد الناس عندهم تاريخ كبير معانتها يلزم يلزم شنوان فمت معانتها بش ترها العائلة لانو حتى أخوك قيس رستم فن العالم الله يرحم الله يرحم وزدك كيف معاناها الفن تعدلكم للعين الكل يذول أي خطر هذاك هو التفتح لما انتها بش نقول لك حاجة اللي هي سهلة والدي عمر بن صدق رستم الله يرحم ويناعم وكان شيخ جامعة زيتونة وكان أيضا من الناس اللي يمشيوا دي مالسيدي بالحسن وهو اللي غرمني بالروحانيات اللي غرمني موش ما قليش إيجا أقرأ عزيزي مالدي وهزني للبالمريوم في فيلم ما قليش مالسيف عليك قال يعني ماشي سينما جمع وكهو وبعد انت تستخلص لك درس لحد شي هذي كهو التعلم الفن تعطيه الشاب تعطيه تطلع الكتاب للوحة هو خليه يختار عما عنده حد شي ما يختار عنده شنو كان الظلمات عنده كان بش سيفر بالشحر ايباد والتليفون ولي قيس رسطم الله كان مختلفة لك في الخيارات الفنية يعني اختار هو السينوغرافي الرسم الفون التشكية التشكيلية واني اخترت اثنية اخرى لكن ما بناتنا قمم سبعة سنين حزا كيك ترابر شخص لكن وقت اللي انا مشيت نقرة في الفن في 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 فرنسا قيس كان عنده لامدا اغتيست يحب التصوير يحب الميزيك يحب هو امني يدخل البوزار دونك يدخل البوزار بتاع تونس وقرار البوزار بتاع تونس ومبعد حب يمشي اكثر من نوعية السفكتاكل دونك مشي اقرا في باريز السينوغرافي ولا من اكبر السينوغرافي تجي مناز متاع ليج وقتا معنى تخدم بارشا وبعنى تونس تخدم بارشا لكن معنى بالنسب لينا اللي هو ما هوش classifiable القايس معنى تستان اقتيست مش اقتيست تونيزيان اقتيست اقتيست universel عاليش على خطر هو ميحكيش باللغة الكلام يحكي باللغة لصن لماج ولماج كل لماج يمشي لها لماج تصوير لماج فوتوغرافيك اللي ماج فيديو اللي ماج فيغتويل اللي ماج فمت يخدم عالموفمان عالدنس عالميزيك عالدنس لما تت معنى باجاج كبير وصفر برشا وصفر البرشا الافريقي قعد جي ثلاثة شهر من بركونافاسو والسينيغال وكل تعلم جيمبي قعد ياسر معنى مغروم بالميزيك افريكي والدنس افريكين معنى داروا كل هذي جيمبي كنتوا قراء بالبعث كنتوا عمليون ثونائي ديو ومانى اخدمنا اخدمنا مع بعضنا كاسينوغرافي وكان ديما المشاريع المسرحية كان ديما مم مع القيس خطر ما اللي تتولد معنى تناعطيه الفكرة ما قلوش عمالي ديكور بتاع كاليجولا نقول ماذا بي نعمل كاليجولا كاليجولاس دعم كيفاش نيل الحكاية كسكسا تنسبيخ القراء ما عندي ما نخدموها كاكا بال من بعد صارت فترة اللي هو اخذاه اكتر اثنية بتاع البنتور والموسيق بعد شوية على المسرح على خطر خطر في المسرح ديما ديما انتو سيرفيس دون مبدع سيرفيس دو كرياتور اللي هو كم موسيسيين اللي بلوز ما باهن تقول الحمدول اليوم اللي أنا جيت في عائلة كم هكي شي مرستو بالطبيعة نحن دربي نشكره كل يوم بساعة اللي جيت في عائلة اللي عندي سقف وعندي ما ناكل وعندي ما نلبس في الشتاء وعندي ما ندفة وعندي ما نجم نعم في الصيف ونجم نشتي حاجة ناخذها نحب نشتي حاجة نلبسها نلبسها هذي حاجات بسيطة جدا حتى من نفس اللي نتنفسه شعر الحمدو يا ربي اللي قاعد نتنفس طبعا على خطر على خطر السعادة ما هيش جاية من الميديات من الميديات ولا الشهرة ولا ما ما نحكي معناتها بالنسبة شهرة معناتها معناتها حكاية فارقة قد نكتب لبعضنا خطر الشهرة سيتوني ماج اللي فابريكي بغ لميديا للجمهور تيوع أما أحنا قدام جمهور اللي هو ما تعديهاش عليه معناتها التونس معناتها قراب ياسر لبعضنا معناتها التو ناخذ مثلا المجتمع التونسي ستار تونيزيين والجمهور قراب ياسر لبعضهم أكبر من الستار في مصر وجمهور مصري أكثر من الستار في الهند والجمهور الهندي حتى حتى في المغرب رأوا الستار بتاعهم يحوصوش ديما ديما محافظين عليهم ديما بروتيجي وديما أنا منحبهاش العيش هذيك تحاب الاختلاط بالنس يلزم خاطر غادي كوي نشوف أنا النجم القلي اللي أغلبية لدوار رمتاح اللي يمكن نعتبر روح هنا نجحت فيهم هما جايين من كيفاش نشوف الناس كيفاش تعيش وكيفاش نتكلم العيلة دورها دورها عنده دور العيلة بطبيعة خاطر تعتيك الحرية تعتيك المجال الموجودة في العالم العربي اي بطبيعة وصاحبه طبع هو كل يقول ها يقول لكم عثمانيين هو ليش قول سفد من فلسطين عثماني عثماني معندوش جنسية عبا تريد عليش خاطر هما الممالوك وكل ديزي عثمانية من عدة بلدان يستعملون كجيش على خاطر الجيش هذك عندهم ثيقة فيهم خاطر هذك ماهوش في تركيا ماهوش تركيا في تونس ماهوش كرواتي من جاي من رستم باشا كروات هو هو رستم باشا اللي هو بناء سامع جامع رستم باشا اللي هو كان في عهد سنان باشا وال 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 والدسانداص بتاعه هي اللي جاي بتل تونس جنرال رستم هما شامعوا رستان جنرال رستان رستم اللي هو جاي مع خير الدين باشا وقت اللي صارت الثورة في الشمال الغربي مع علي بن قدام سماش كون نقول فلسطين من صفد ذلي لا لا مش فلسطين لك خطر اللقب رستم هو هو الجيش العثماني خذاء اسم خذاء اسم وحط لقب كما مثلا صحب الطابع قيد السبسي باشحام الكل سيدينون دفونكشون بحث تفعل على حكا ما همش ما همش سيدينون دفونكشون قيد السبسي تعرفوا شنو قيد السبسي قيد السبسي هو اللي كان مسؤول على السبسي بتاع الباية دخان تالبية دخان تالبية مش سلمان على كل ما هو انبوزون القيد السبسي كان يذوق في كل فطور عشاء قهوة منهم الكوكاز والسيركازي من البرشة بلدان مثلا نعرفوا اللي دار قيد السبسي جين من إيطاليا من جينوفا دار صحب الطابعة من الكوكاز ودار رسطم قرب البعض من السيركازي والسيركازي والكوكاز ايضا محظوظي شام رسطم انك خدمت مع اسطورة المسرحة التونسية لبنائيات بالطبيع نعم خدمت معه كاليجولا لا خدمت معه كاليجولا خدمت معه كاليجولا بشير الدريسي محمد كوكاز أنا وقت اللي هو ختم كاليجولا سيب بالنسبة لينا الاكتشاف كبير اكتشفت من خلال كاليجولا هذا اللي وقت اللي شفت كاليجولا في كارتاج ومن بعد كعمل عمل ربريز بتاعه المسرح البلدي ندخل تفجوران خدمتها تفجوران خدمتها تفجوران معلي بن عياد معانتها معانتها شهر ريبتيسيون وانت قاعد تتعلم في درس خير من اي مكتب معانتها شنو اللي تعلمت شنو اللي قاعد في بالك من هذا اللقاء معلي بن عياد تعلمت ساعة الديسيبلين اللي الوقت اللي تبدأ في بروفها تبدأ في ريبتيسيون في المسرح يجبك تجي للخدمة حاضر حاضر معانتها حافظ ولا الدارس ولا الموضوع اللي احنا باش نطرحوه ولا المشهد الفلاني ولا الحاجة الفلانية الحاجة الثانية هي الكنسنتراتيون اللي يسمي تركز كان على هذيك تدخل سلد ريبتيسيون السكات التام ومعاتش فما احديث عالكورة ولا عالسياسة ولا عالوها الكل معاتش فما كان هذيك وتعلمت من عندهم بعض تكنيكما حاجتين اللي قاعدوا وخطوا بعض تعلمت برش حاجتين في عمري وقت عمري 14 سنة 14 نص 15 سنة معانت 16 17 معانت شنور تعلمت كيفش نحكي سيرسين تعلمت كيفش نمشي سيرسين تعلم نتفكر مع استاذي محسن عبدالله اللي يرحمه يعلم لمدة قدش من الأسبوع كيفش نمشي ونجي سيرسين وكيفش ناقف والوقفة تروكار وظهرك الجمهور معانت والصوت كيفش ويوصل معانت حاجات التكنيك والرسبير والتنفس كان صعيب برشة لبنائيات في الخدمة بالطبيعة كان صعيب على خطر كان يعمل في ثلاثة أدوار مدير المسرح مدير الفرقة والمخرج والبطل رغم هذا يقولون انه كان يخاف برشة قبل ما يطلع سيرسين بالطبيعة خواف قبل ما يطلع يعني عنده برشة تراك يشده أي هذك تراك هو اللي عده هو اللي قل اللي ما تخاف شي ما ذاك باهي مدير عندك انتي اي وقت ما عنديش نقول ما مانيش نمثل بالجداء على خاطر على خاطر يبدأ عندك نحكي عن المسرح مش خاطر مش نفس الظروف في المسرح عندك وقت كافي في الكوليس قبل ما يرفع السيطار وتبدأ المسرحية عندك الوقت لتو لتغلق 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 وكل وقت الكنسيطار هذا وقت الانتظار للأدرينالين الخوف وكل هذا وقت نرجح لكل شيء إيجابي وقوة لتبدأ معمر 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 انتظار الممثلين اللي قاعدين نيخ مصرح على السيما قاعد عندهم نفس التراك هذا نفس الاهتمام والخوف ولا استسهل قاعد يسير لا لا فما بالتباع فما مايش حاجة فما باشا عندهم التراك الإيجابي وفما باشا عندهم التراك السلبي اللي هو يغطيوه بالأحديث ولا بالضحك ولا بالبرتابل ولا بالدرشنوك اللي بشي واحد فما كل واحد كل واحد هو التكنيك كل واحد هو التكنيك متاعه لكن اللي نحب نلفنت نظر فيه هو التكوين لأنه التكوين الكلاسيكي لأكاديمي متاعقبل ظهر اللي كمام هو أقوى من التكوين اللي يعملوا فيه توا في الليساد ولا في المدارس ولا في الورشات متاع المسرح إلى خير على خطر على خطر ماهوش قاعد يخدم على النصوص القوية على خطر المسرح النص والسينما صورة والتالف زخرافة أنتي رغم العمل هذا مع أكبر الأسماء في المسرح ومع أكبر تلفزية سينمائية ما في المسرح لك موجود لا مكون ولا مخرج ولا ممثل أنا في المسرح التوى أخر مسرحية عملتها هي كينجلير لا مش كينجلير بعد كينجلير عملت عام 2015 2016 2016 رواية متاع نصر خمير خطر خدمت معه برشة أفلام وكله وكتب مسرحية وقال لماذا بك تخرج خرجت اختفاء هذه الفين وخمسطاش من الفين وخمسطاش بديت نخدم أكثر البرة وليت التلفزة والسينما خذت لي أكثر وقت على خطر المسرح ساعة يزمو شرط واحد عندك مكان هو مسرح مش كما مش كما السينما تجمو تكون نوماد تتجاو انت تحب تعمل مسرح نحب نعمل مسرح كممثل أنا مغروم نحب نعمل المسرح كمخرج كمخرج كمؤثر وكمكون أنت بعيد اليوم عندك سنوات بعيد سبعة سنين سبعة سنين برشة برشة على خطر على خطر ما عنديش مسرح على خطر ما عادش نقبل باش نخدم في مرة هك تخدم مع انت كل مرة يزموك تكري قاعة ساعة باش تنجح المسرح متاعك قبل كنا ناخد المسرح البلدي بليش نجم نعمل كأكالي نجم لينو نص مولي بيس وبعد يزم تبشي تكري سالدو ريفيتي باش تبرا في الكل دنك ولات مانت انسان ما عندوش مش رحم يجمش يخدم وعليش ما خمامش يجم يكون عندو فضاء الخاص كما برشة على خطر على خطر بالنسبة لي أنا ولد النطاق العام مش ولطاق الخاص على خطر ما تربيتش في النطاق هذيك نطاق الخاص معناتها أنا أنا ديما ديما جدودي أو فونكسيونيق دولتا مش وغيس لان أغتيس دولتا أغتيس دولتا مش معناتها على على عاطق الدولة مانيش بصروف على الدولة لكن لكن نحب السكتور اتاتيك بتاعنا بتاع المسرح يكون واقف على سقيه ويكون قوي الخطر هو اللي عندو المكانيات هو يجم يأثر على القطاع الخاص تترانوا في مهتمام الدولة بالمسرح ما نظنش على خطر برشا مسارح قاعدوا في نفس الحالة برشا قاعات ثقافة مسكرة فما برشا فضاءات مايش قاعدة تاخذ في دعم هام من وزارة الثقافة والحاجة الأخرى اللي التشجيع متاع وزارة الثقافة بزيل ما هو شي واضح اللي جان تعدد اللي جان بتاع الرقص متاع درشنية متاع المسرح متاع الصندوق الدعب بتعددو شنو برشا صندق وبرشا واحد وبرشا تفتت بتاع الفلوس معنات المسرح معنات تولي تولي معنات اليوم فمش تعمل مسرحية أقل من 700 مليون تسلم مسرحية أنا اللي نعرف وإنك حضرت عمل مسرحي بمناسبة كمة الفينكورفونية نص جبران خريج جبران عمل ثلاثة لغات فنانسية عربية وانجليزية لكن القمة بتاع الفرنكوفونية في جربا بمشاركة وزارة الخارجية تونسية ومشاركة الورغانيزم بتاع الفرنكوفونية في باريس وصفارة فرنسا في هنا دونك مع هذك ودعم من وزارة الثقافة بش نجمناك عملنا البيتجي دونك وقت اللي واخرت اتوخرت الوحدة دونك ديكو البيتجي هذك ما عادش صالح للمين يلزم باط بتاع بيتجي اخر فمت بش نزمه والحاجة اللي اثرتني برش على هذك اللي هو الوزارة الثقافة اللي هي معنى تحق هي تكون الفيردولانس بتاع الحكاية هذي رفضت الدعم اه رفضت لك الدعم اللي هذي العمل اي رفضت الدعم هذي يبدأ مبرمج مش يمشي الفرنكوفونية وعند ومعنى الصفارة فرنسا بتعطيني دعم الا كان وزارة الثقافة تعتيني الدعم تقول انا مش دعم مخرج تولسي ومنتج تولسي يزم كو بروديكسي يزم انتاج مشترك بين الطرفين لكن الوقت اللي فام الطرف اللي هو الى فلشي اللي هي وزارة الثقافة ما اعطيني الدعم دونك ديكو طو وليت بش نرجع النفس البتاي اللي عملت عمنا وبش نجعلها نعود بش نشوفوه العمل هدا ان شاء الله انا انا ماشي في اتجاه لازم يتعمل العمل هدا ان شاء الله شنو اسمو العمل خطر نعرف كين فقط انه النبي النبي جبران خليل جبران النوع عيه متاعه هو سميته سوفي سوفرانو وان باريطان فما كور فما بالي ب سوتاشن راقص وراقص فما ممثلين فما فما برشة انواء وفما دي projection ملتيميديا وكل دونك العمل هدا معانت مكتوب معانت حاضر تقنيا في كل شي حتى من مكات ديكور و بلان ديكلا راجم تاع ولي ولي مكات ديكوستيوم كل حاضر انا تعجبني نقطة في كرييرك شامرستم انك عملت العملية العكسية قريت في تونس خرجت احترفت في اوروبا وبعد رجع لتونس عام 88 خدمت مع نوري بوزيد صفيح من ذب عملت العكس عكس ما عملوه ابناء جيلك العملية العكسية كيفية تعرف عليش على خطر احنا ما كانش عندنا مشكلة بتاع عقرة وفيزا وحكاية كل كل اصعب عملية كانت تقبل سايزم ندبر بورس بسمش نقرة سينما في باريس هذي كاسب عملية في مشكلة متاع فيزا توا الجيل معنات زانين سيدا معناتها مش محظوظة خطر سكروا عليهم لفرانتيار يولي معناتها يلزم ينجح بالصيف عليه في داره في بلاده في حمته في فن في أي بقعة اللي هو فيها يبدع فيها بيش يجبوا بعد يخرج البره بيش يجب يتحلولوا أفاق أخرى وتجب تكونوا حتى خطر في تونس حتى اللي بغشي يضيق حتى بالنسبة النسل وهذا اللي صار معك انتي انتي معناها خدمت برشة أعمال نعم بقبل من جيل تونس معنات الكارير متاعي ديجا معناتها نجم من نجم سكرها ومتعد الحاجة أخرى خمسة وستين مسرحية عملتي جي خمستاشن تيليفيل ومسلسل في عدة أدوار مختلفة مدير مسرح مدير مهرجين أستاذ فنود مدرامية في الكونسرباطور بتاع الدوزيم أراندسمن الباستي معناتها كيف عملت الانتيجراتي كيف عملت الانتيجراتي انو مش ساهل ما هوش فرنساوي أجنبي يعمل يدخل يخدم أعمال في سليمان فرنسية والمسرح الفرنساوي ما هوش ساهل خلي خدمك اللي خاطر هم يمشيو بالطلان يمشيوش بالإستجرام ولا بالمجد يمشيو بالطلان ساعة تقولك أنت نحكي على المسرحة طبعا على خطر أنا معنا يجبني نوضحكم ممي الكارير متاعي ثلاثين سنوات أكتر شوية في فرنسا كنت بالخصوص على المسرحة نعم أربع مسرحيات في العام معنا ودي تورني في العالم مجمع مسرحيات السينما جيت شوية بعض الأدوار لكن رفض برش برش أدوار في فرنسا لخطر ما حبيت نخدم دور المهاجر الميجري الفيكتيم المسكين الدراشنية فمت لا أنا حبيت نخدم أدوار اللي هي عالمية ما نحب أني حطولي إيتيكات عربي ولا تونسي ولا كل ما حاشتم مهاجر عي تورك لك حبيت تقلب وارفض بش نخدم بعض الأدوار اللي هو ما يوري صورة العرب اللي هي سلبية مهي شبهية دونك نخير أنا نعم الأدوار اللي هي تقرب مني أكثر من المسرح اللي هي أغلبية الحاجات اللي عملتها في فرنسا في الماؤلسين وهي أفلام تاريخية وعليش قرار ترجوع لتونس كان عند كارير كبيرة في فرنسا أي لكن في فرنسا موجة جديدة في السينما التونسية داخل الثمانينات وفي المسرح التونسي معنا أنها جيتني أدت في رص بش نخدم مع المسرح الجديد مع الجزيري والشعايب وكل لكن بعضي في فرنسا هون يبش يعملوا مسرح يقدوا عام أنا من جمش نجي يدقع دعام هوني فمتدق برشفوا رص هكيك لكن قعد ديمة معنا بالنسبة لي أنا هذي المراجع المسرح الجديد في تونس أما تذكر رجعت تونس خدمت مسرح وبيرت يظري مع سونيا مبارك ونور براهم حبر مخرج رجعت لتونس رجعت بش نعمل فيلم صفايا حمد ذهب مع نوري بوزيت دوك بالنسبة لي أنه تونسي عايش في باريس رجع عمل صفايا حمد ذهب باريس وبعد كما التورناج وخرج وراوح كيخرج الفيل ومتعدل كان واهل كل تبركلة كثرة المطالب كلمني حمادي عرفة بش نعم مسلسل كلمني منصف ضي بش نعم معه فيلم دوك ولت حمادي عرفة عام واحد وتسعين ناس حكاية تسعين ناس حكاية ناس حكاية من وقت بدأت الأعمال تلفزي هو أول مسلسل تونسي من وقت بدأت الأعمال الدرامية في الجمهورية التونسية أول أول مسلسل بعد تقريبا ثلاثين عمل حتى 2020 تقريبا ثلاثين عمل تلفزي ما بين المسلسلات والتليفين بس كالرغم عمل تجي خمسة ولا ستة تليفين بعض العمل هذي لكل عالم الروحانيات مشيت له تحب ترتاح وإلا عالم في صغرك لقيته وحبيت عود تترجعه شوني هزك لعالم الروحانيات اللي هزني العالم الروحانيات هو جت من خلال إبداع الفني من غير حتى فخرة الوقت اللي تضخف الإبداع الفني وتخدمه كما يلزم يحلك برشا أفق في برشا حاجات اللي هي الروحانيات أساسية معانتها في الفن تجمش تعمل حاجة بليش روح كيتعملها بالروح تولي روحانية ويتعملها روحانية وفيها وفيها رسالة روحانية شنين رسالة روحانية معانتها رب شنين ولي حب الله جميل ويحب الجمال ربي حبنا كان الخير الله حب الله محبة الله تسامح الله هذي الكل المبادئ هذي الكل وقت اللي أنا كفنان نجين رجع روحي نقول شنوى دور الفنان في المجتمع نقول كيفاش يسم الفنان يصلح على خطر ما نظن شلي مسرح هي ولا في مش يصلح المجتمع حتى لان يبدأ يبدأ الفنان يصلح روحه ساعة قبل كيفاش ناجم نبدل حاجة قبل ما نبدل روحي شنو اللي قاعد تبدل فيه في روحك الوقت اللي تدخل في العقيدة اللي الروح حاجة هامة كما البدن والعقل العقل تخضيه بالثقافة البدن تخضيه بالسفار ولا بالماكلة الروح يزمها الموسيقى يزمها الفن يزمها الإبداع لكن دنكس معنا طبعا يزمها الحب والحرية الحب والحرية ما يجيو كان بالسلام الداخلي ما يجيو كان بالتسامح ما يجيو كان كان بعض المبادئ كما العطاء كما 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 هذا الذي خليني زادة نمشي للعلم الخيري اللي هو معنا كل حاجة تصوب في حاجة عملت عمين في 2017 عملت المهرجم التعال الروحانيات 2016 2016 2016 عملنا في نفطة غرصنا في نفطة وبعد مشينا عملنا في سيدي بوسعيد منذ عامين وعليش ما يكمل المشروع هذي لا يكمل عليش ما لا يعني عليش ما ما يشروا فيه كل عام لا هو كيجات الكورونا بطلنا عام 2020 2021 ومش نعملوه 2022 في الحمامات بشي تواصل بشي تواصل بشي تواصل أنا خمسة سنين ستة سنين عملت دار دار السلام في سحلين في ضواحي منستير اللي هي دار اللي يتم دون كل عام فم اكتيفيتات طول سير اللي يام ورشة ثقافية وستياس كولير ولكل لكن في رمضان مهم برشا نعملو فيه نوع من الملتقى من المهرجان اسمه لي للمحبة اللي العائلات الكل الفقراء اللي ما عندهم شمكانيات واللي تامة والكل اللي يتلمو في دار السلام بشي طيبو مع بعضهم يعملو شقع الفتر مع بعضهم ويظهروا مع بعضهم ومن بعد ليلة 27 إن شاء الله بش نتهروا الـ 27 ولايد ومن بعد ليلة العيد بش نوزعوا درجة ميات ميات كسوة عيد بالتوفيق لكم تفرجت شوية مسلسلات يا شمرستم تفرجت شوية شنو اللي تفرجت والله ان الفتنة النظري اللي خلاني كل يوم الحمد نفرج فيه هو البلاس عجبك العمل عجبني العمل وعجبني سيقتوه جهد شرني اللي أثبت فريمان حتى فيه كانوا كانوا مكانش اللي هو فريمان موثل عنده طاقات كبيرة برشة عجبني برشة السيناريو والإخراج معنات فمبرشة حاجات بلجو دي زاكتور كل شيء كل شيء محله تحيالي جهد شرني صديقنا شكونا آخر من الفنانين سيف عمران تبعتو أيين كلهم 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 بهين بالله معنات سيزيد دي تايم معنات اللمان كاستينج اللي هو يتماشر كل مع بعض وخشالها فرقة مسرحية سيتان تخباي بنجد سيتكوب دو كوميدي وهذاك الناش اللي تحب عليه في رمضان إن شاء الله حقه تعدي إن شاء الله يتعدى في قناة اللي هو يولي معروف أكثر ويزيد يخدم أكثر لأنه عنده عنده برشة حاجات ناقصة معنات تفشل ساعات فما تحفى شوية الحكاية شوية غيره غيره من الأعمال شوية الحرقة هاي وكهو وكهو برا أو فون دمشوفتهم لا 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 ساعبش نقول لك حاجة أنا ما عنديش تلفزة في داري اللي هي بستة سبعة سين ما عنديش تلفزة في داري الحاجة الثانية اللي هي ما نحبش نتفرش المسلسلت في رمضان نتفرش فيهم بعض سيغضوط بلاتفوم خاطر نحبش ببليسيتي ونحصل روحي أنا كل في الوقت الفلاني نكون نحب بعض رمضان نجم نعمل دي سيري الحرقة عامنا والتفرش تفاعل كلها في ليلتين عجبك العمل وي عجبني عملا أنا 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 نقول فيها رو قبليك مش حكاية المبدعين والمخرجين سيك القنوات التلفزية ما عنديش ليني اديتوريال ما عنديش اختيارات الثقافية ما عنديش سياسة ثقافية ولا ما عنديش سياسة بتاع تبث شنو لتحب تقول كيتبث هذك يدراها كيكا خاطر يدخل لك برشة سبونسور وما يتكلف شغالي ونجم نعم عطينا اختيارات اختيارات متاع الرسالة متاعك انتي حال التلفزة ما عنديك رسالة بشتوجهها لحد الآن ما شفت حتى قنات عندها عندها رسالة حتى من الوطنية الولى والثانية اللي كانت عندها رسالة ولو سلبية ولا متعجبش الناس الكل لكن فما رسالة يشامر نحن نشكرك على الحوار يعطيك ساعة على حضورك معنا شكرا لكم على المتابعة الساعة الثانية بشتكون